أجملنا في بيت للكل إنه تعلمنا إذا أصاب مصر مكروه نزف العالم العربي وإذا أصيبت العراق نزف العالم حضارة وإذا أصيبت الأردن نزفنا كرامة وأنه إذا بقي الجرح الفلسطيني مفتوحاً لنصل يوماً إلى الحرية في بيت للكل كل يوم عم نتعلم إنه إيد بإيد وصوت واحد وعدد واحد لنوصل للمكان الصح عن برنامجنا عن بيت للكل بحكي الناقد المصري وبلخص لنا هالرحلة خلينا نتابع تجربة بيت للكل كانت سد الفراغ استمر للسنين طويلة بعد انفصال الإعلام العربي عن بعض البعض لكن التفزون المصري في شكله الجديد قدر إنه هو يسد هذا الفراغ وكانت الفكرة فعلاً فكرة لافتة وفكرة الأربع دول كمان الأردن وفلسطين والعراق بتقول إن إن شاء الله تبقى كمان مجرد بداية ويبقى فيه أكتر من هذه الدول فكرة إنه الجمهور العربي يرجع تاني يشوف نفس المحتوى ويتفاعل مع بعض البعض والمهم كمان وده هنقوله أكتر بالتفاصيل إنه القضايا العربية قضايا واحدة همومنا واحدة وده بيبان من الاستعراض اللي حصل فيه الأفكار والقضايا اللي حصلت على مدار الأسابيع والشهور اللي البنامج اتعرض فيها بشكل عام التفزون المصري دائماً هو استباق نحو الوحدة العربية والقومية العربية ودور الإعلام مهم جداً في هذا الإطار إنه يقدر إنه هو يخلي الجمهور العربي يتابع محتوى يهم الشارع العربي بدون انفصال بدون البقاء في شكل الجزر المنعزلة واعتقد إنه بيت للكل في موسمه الأول أو في عامه الأول قدر يحقق دا إلى شكل كبير وننتظر منه كمان المزيد في السنوات المقبلة اشتركوا في القناة